فاكرين؟ أكيد فاكرين إن شاء الله فاكرين لما قلت لكم خالد أبو طيب كنبلة موقوطة كم مرة قلت الكلام ده؟ ما بيبقاش فيه أخبار على خالد بو طيب لكن أطلع أولوك يا جماعة خلوا بالكم خالد بو طيب كنبلة موقوطة في نادي الزمان وهيكون فيه إقاف القيد حصل حصل دلوقتي جواب وصل رسمي النهاردة لنادي الزمان فترتين مؤقتاً لحين السداد المبلغ المبلغ بقى يعني المبلغ 2 مليون ربعمية متخينين؟ 2 مليون ربعمية اللي كنا بنتكلم في 675 أو رقم من هذا القبيل اللي هو ثلاث شهور مستحقاته اللي حصل في قضية بو طيب كارسة كارسة بكل المقيس هقولكو حيثيات الحكم أولاً اللعيب قاله أثبت إن ما كانش فيه جدية فيه علاجه وما كانش فيه جدية لحصوله على مستحقاته وإن النادي كان بيبعث له الشيكات على عنوين مش مسبتة في العقد خده دي كمان اللعيب أكد إن رقم التيشرت أو الفانيلا بتاعته اللي هي 29 فيه لعيبة تانية لبستها وهو كان مسافر يتعالج بره كل الحاجات دي اللي قدمها بو طيب يا جماعة فيه إيه؟ إيه الفلوس دي؟ يعني وبالمناسبة مش عارفين يوصله لخالي بو طيب بعد بعد ما كان فيه حل ودي الغرامة كانت 3 مليون ربعمية خفضها 2 مليون ربعمية سلفادور ده المحامي الإطالي وكان جايب تسوية يدفع مليون لبو طيب والباقي يتقصد دلوقتي خلاص كوديا الأمر زي سبورت انجليش بون اللعيب مش هيتنازل ويحل ودي ليه طالما حكم طلع مين هيحاسب على فاتورة خالد بطايا؟ ده سؤال مش هجيب سيرة حد لأن انتو عارفين كل القصة بتاعته الراجل ده جيه لعب كان ماتش يدوب اللي فاكرهولو ضربة الجزاء في نهضة بركان في نهاقي الكونفدرالية شكرا وكان جاي عقده في ري يعتبر ايه الفلوس الكتير دي؟ سؤال لكل الجماهير مين يحاسب على فاتورة خالد بطايا؟ طيب المجلس اللي موجود ده قصته مش قصته مش قصته عشان نبقى منصفين واللي يقول لك قصته يبقى ظالم مش قصته يعني المجلس ده خد تركة تقيلة قوي 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 اتنين مليون ربعمية وقابلها لسه معرفش اتنين مليون نشبونة وقابلها يا جماعة حرام لو تفتكروا ماشوا كسونجو ساعتها اللي كان متقلق وكانها ده في الدوري عشان يجيبوا خالد بطايا ومشي بربعمائة وخمسين الف دولار للوحدة السعودي وجيه خالد بطايا لعيب لعيب كاس عالم وعلى دماغي من فوق لكن كان سنه كبير ما اعتقدش ما اعتقدش ان هو لعب في نادي بعد الزمالك يعني حاجات حاجات كده يعني لا تذكر والرقم اللي جيه بيه كبير قوي فكان الله في عون جماهير نادي الزمالك طيب معانا ارقام خالد بطايا اللي عملها مع نادي الزمالك اتعقد مع الزمالك سنة 2019 قيمة التعاقد مليون ونص دولار خلي بالكم واخد عقده كله يعني قيمة التعاقد مليون ونص دولار عدد المباريات يعني يعني ده قيمة التعاقد ده اللي هو الشراء غير فلوسه اللي بياخدها دلوقتي قيمة التعاقد مليون ونص دولار غير فلوسه طب ازاي تاني هنقول ما احنا قلنا خلاص بقى خلاص عدد المباريات 24 مباراة 14 في الدوري و8 في الكون فدرالية و2 في دوري أبطال أفريق عدد الدقائق لعبهم أغلت أغلى 1536 ديئة يعني في تاريخ نادي الزماني المساهمات التهديفية 7 عدد الأهداف يعني عمل 7 أسست عدد الأهداف 5 صناعة 2 عدد البطولات تكون فدرالية سنة الرحيل 2020 احنا النهاردة 20-24 ومشي مجانا هو احنا ليه يعني حتى لو أنا غلطت في التعاقد ما قدي الراجل فلوسه وسلامه عليكم فلوسه دي كم؟ 3 شهور شهرين لكن النصاحة بقى أنا عايزة بقى ناصح عايزة بقى ناصح ها تديله دي 600 ألف فرد نا تسيبه بعد كده هتفع 2 مليون ربا ومية عايزة عايزة فيه كده فيه كده كده منشي